السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نتعرف على خصائص النص والصوت والكاميرا في ألس توفر ألس العديد من خصائص النص والصوت والكاميرا التي تضفل مزيد من التفاعلية والجمال على البرنامج قد ترغب أحيانا في أن تجعل بعض الشخصيات في البرنامج تتحدث أو تبدو كما لو تقول كلاما معينا لإضافة تحدث إلى كائن معين في المشهد يمكنك استخدام الأمر say أو think say أو think لا يصدر أي صوت ولكنه يظهر في المشهد صورة النص ويبدو الشخص كما لو كان يقول الكلام الذي كتبته أدرج الأمر say وكتب الكلام الذي تريد الشخص أن يقوله بالنسبة للأمر think فإنه يبدو مثل الأمر say لكن النص يظهر في فقاعة كما لو كان الشخص يفكر في الكلام بدل أن يقوله بالصوت بالإضافة إلى ذلك يمكنك إضافة نصوص 3D من خلال add object اختر 3D text اكتب النص الذي تريد يظهره في الشاشة واختر النمط المناسب واختر النمط المناسب قم بتحريك النص إلى المكان المناسب من العالم ثم اضغط على زر done لاحظ أن النص ثلاثي الأبعاد يعتبر أحد كائنات العالم ويمكنك إضافة الطرق التي يمكن إضافتها إلى أي كائن في العالم مثلا يمكنك تحريكها إلى الأمام أو تدويرها وكل الخصائص الأخرى نريد الآن أن نجعل السيارة تتحرك إلى الأمام وفي نفس الوقت تصدر صوت سيارة لتحريك السيارة الأمام اضغط على الأمر move كما تعلمت سابقا لإضافة الصوت إلى الكائن يجب عليك أولا أن تربط الكائن بصوت معين لإضافة الصوت إلى الكائن اذهب إلى النافذة properties اختر sounds import sound واختر ملفا صوتيا من جهاز الكمبيوتر الآن لتشغيل الصوت في الكائن اختر الأمر play sound من نافذة methods واختر الملف الصوتي الذي أدرجته تذكر أن تدرج الأمرين داخل أمر do together لأنه يجب أن تتحرك السيارة وتصدر الصوت في نفس الوقت اختر الملف الصوتي في جميع البرامج التي قمنا بإنشائها حتى الآن كانت الكاميرا ثابتة في البرنامج نقصد بالكاميرا في ألس زاوية عرض المشهد للعالم أي أن الكاميرا تحدد المشهد الذي يمكننا رؤيته من العالم تعتبر الكاميرا أحد الكائنات في ألس فهي وإن كانت لا تظهر مرسومة في العالم لكنها أحد الكائنات التي يمكن تحريكها وتدويرها وغير ذلك فيمكننا مثلا تحريكها إلى اليسار إدارتها إلى اليمين وغير ذلك من الأوامر التي يمكن تطبيقها على أي كائن آخر في البرنامج هناك صورتان لتحريك الكاميرا يمكننا تحريك الكاميرا قبل تشغيل البرنامج لضبط زاوية العرض التي يبدأ بها البرنامج ويمكننا فعل ذلك بإحدى صورتين إما من خلال الأزرار الموجودة تحت شاشة عرض العالم أو من خلال الأوامر المندرجة ضمن الكائن كاميرا كما رأينا ويمكننا أيضا تحريك الكاميرا أثناء تشغيل البرنامج ويمكن فعل ذلك بعدة صور أولها إدراج أمر بتحريك الكاميرا مباشرة إلى محرر البرنامج لنجعل السيارة أولا تتحرك إلى آخر منزل ثم تلتف خلفه أولا تتحرك إلى آخر منزل ثم تلتف خلفه والآن لنحذف الأوامر التي في البداية لنركز على حركة السيارة نلاحظ أن السيارة حاليا تخرج من نطاق رؤيتنا عندما تتحرك إلى اليسار ونريد أن نحرك الكاميرا بحيث تبقى السيارة دائما ضمن نطاق المشاهدة الطريقة الأولى هي أن ندرج أمر بتحريك الكاميرا إلى اليسار في نفس الوقت الذي تتحرك فيه السيارة إلى اليسار نقوم بتحريك إلى اليسار بنفس المسافة الآن عند تشغيل برنامج لقد تحركت الكاميرا أسرع من حركة السيارة ويمكننا تعديل سرعة الحركة من خلال الاختيار الأمر مور ديوريشن واختر الزمن الذي تريد أن تكون الحركة خلاله نلاحظ أن زمن حركة السيارة هو ثلاث ثواني لذلك نريد أن تكون حركة الكاميرا أيضا خلال ثلاث ثواني الآن عند تشغيل البرنامج الطريقة الثانية هي أن نحدد عدة مواضع للكاميرا في العالم تخيل مثلا الستوديو التلفزيوني كيف يكون توجد عدة كاميرات للتصوير من عدة اتجاهات ويقوم المهندسون أو المخرجون بتغيير الكاميرا المستخدمة من كاميرا إلى أخرى أثناء التصوير يمكننا أيضا تحديد عدة زوايا أو اتجاهات لتموضع الكاميرا في العالم وأثناء تشغيل البرنامج يمكننا نقل التصوير من كاميرا في موضع إلى موضع آخر لتحقيق ذلك في ألست نستخدم ما يسمى بـ أو كائنات وهمية الكائنات الوهمية هي كائنات افتراضية لا ترسم في العالم لكن يمكننا استخدامها لتحديد حركة أجسام أخرى موجودة في العالم فلتحديد عدة زوايا للتصوير نقوم بإدراج كائن وهمي في كل موضع للكاميرا نريد استخدامه ثم أثناء تشغيل البرنامج يمكننا نقل الكاميرا من كائن وهمي إلى آخر لإدراج الكائن الوهمي اضغط على Add Objects More Controls Drop Dummy at Camera اضغط على Done وسيتم إدراج كائن وهمي يمكنك رؤيته في شجرة الكائنات ضمن Dummy Objects في العالم لكنه لا يرى قم بتحريك الكاميرا الآن إلى الزاوية الأخرى للعرض التي تريد استخدامها من خلال الأوامر المباشرة ترجمة نانسي قنقر تبدو هذه زاوية مناسبة لتصوير الجزء النهائي من الحركة لاحظ أننا استخدمنا طريقة التجربة والخطأ لضبط الزاوية المناسبة للالتفاف وهذه الطريقة مستخدمة بكثرة في البرمجة نحن لا نعلم دائما مسبقا المقادير أو الكميات التي نحتاجها ولكن يمكننا معرفة ذلك من خلال التجربة والخطأ والآن أدرج كائنا آخر إلى هذه الزاوية Drop Dummy at Camera Done والآن لنعود إلى زاوية العرض الأولى اختر كاميرا Set Point of View 2 Dummy Objects Dummy الذي هو الكائن الأول وسترجع زاوية العرض إلى الزاوية الأولى الآن يمكننا أن نجعل الكاميرا تتحرك إلى الزاوية الثانية بعد الانتهاء من الحركة الأولى ولنحذف حركة الكاميرا إلى اليسار التي أضفناها سابقا الآن عند تشغيل البرنامج نلاحظ أن السيارة قد خرجت من المشهد قبل أن تتحرك الكاميرا إلى الزاوية الثانية للعرض كيف يمكننا إصلاح ذلك؟ يمكننا تجربة أن نضيف أمر تحريك الكاميرا إلى المجموعة الأولى مع أمر تحريك السيارة اليسار لكن الآن تتحرك الكاميرا عند تشغيل البرنامج وتخرج السيارة من المشهد إذن علينا أن نقوم بتحريك الكاميرا في منتصف حركة السيارة اليسار قبل انتهاء الحركة لأن عند انتهاء الحركة سوف تخرج من المشهد إذن نريد أن ننتظر ثانية أو ثانيتين بعد بدء الحركة ثم نقوم بتحريك السيارة اليسار لفعل ذلك ندرج الأمر do in order داخل الأمر do together الأولى وأدرج أمر wait داخل in order ننتظر ثانيتين ثم حرك الكاميرا إلى الزاوية الثانية لنفكر قليلا كيف يعمل البرنامج الآن عندما يقابل البرنامج أمر do together فإنه يبدأ بتنفيذ جميع الأوامر التي تندرج مباشرة تحت do together معا يوجد ثلاث أوامر تحت do together مباشرة car move, car play sound و do in order فيبدأ البرنامج بcar move, car play sound و do in order معا وعندما يبدأ بتنفيذ do in order فإنه يحتاج إلى أن ينفذ ما داخلها بالترتيب ففي نفس الوقت يبدأ البرنامج بتحريك السيارة وتشغيل الصوت وفي نفس الوقت ينتظر ثانيتين قبل أن يحرك الكاميرا إلى النقطة الثانية إلى زاوية الرؤية الثانية الآن عند تشغيل البرنامج تحركت الكاميرا قبل وصول السيارة إلى نهاية المسار وبقيت داخل المشهد كما أردنا الطريقة الثالثة والأخيرة التي سنتعلمها لتحريك الكاميرا أثناء تشغيل البرنامج هي أن نثبت الكاميرا مع أحد الكائنات في العالم وستتحرك الكاميرا تلقائيا مع ذلك الكائن دون أن نحتاج نحن إلى ضبط حركتها بالتفصيل لنحذف ربط الكاميرا بالكائنات الوهمية أولا والآن لربط الكاميرا بأحد الكائنات نختار الأمر Set Vehicle والآن اختر السيارة يمكنك أن تجعل الكاميرا مرتبطة بالسيارة كاملة أو بأحد أجزاء السيارة طبعا سنربطها بالسيارة كاملة والآن عند تشغيل البرنامج ستتحرك الكاميرا مع الكائن الذي رابطناه به في جميع الاتجاهات